اشتركوا في القناة 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 ايه نلهي البنات شوية كده في الحاجات الحلوة دي هبتدي ان شاء الله بالمطبخ اه بصوا بقى انا هقسموا كده اه عشان تطلع الحاجة فعلا زي ما انا عايزة وبقارضي عنها هعمل ايه هاخد من اول من فوق لتحت هاخد النهاردة الجزء بتاع السراميك من فوق اللي عند الشفات بالشفات اه الحيط دي اه انا عندي المطبخ الحمد للسراميك بتاعه بيبقى نظيف معايدة الجزئية اللي بتبقى اه عند البوتوجاز اه اه فانا قلت ايديات اللي انا هاخلص منها النهاردة اه تمام اه وكمان عايزة اشيل بقى السيكر اللي انا حطوه على الروخين ما زهقته وجاتلي خنقة من كل السيكر عايزة اوحد الشكل بتاع المطبخ كله يعني يعني جالي كزا تعليق السيكر اللي فدت لما عملت السيكر الحجر الاحمر دوت اللي عند البوتوجاز انه هو عمل زحمة في المطبخ ودوشة اه اعملي حاجة كده تكون هادية ويكون المطبخ كله بشكل واحد فان شاء الله هو ده اللي هعمله رمضان السينادي بامر الله اه فانا الاول اه هنضف وبعد ما هنضف وخلص التنظيفات هنعلق مع بعض زينة رمضان وانزل بقى جيب التوابل انزل اجيب اليميش والمكسرات والحاجات اللي والعصاير والحاجات اللي الاخيرة دي اه انا دايما متعودة لانا كل سنة بنزل اجيب الزينة بتاعت رمضان انا واحدة صحابتي كده صحابتي من زمان جدا هي زيل احنا متعودين احنا نجيب سبحان الله ربنا ما يقتعلينا يا رب بعادة اه بقى انها سنين كبيرة يعني طويلة على كده اللي احنا ننزل انا وهي ونجيب بقى الزينة ونجيب حاجة الحاجة بتاعت العصاير والمكسرات والتوابل وكل الحاجات دي بننزل كذا مرة فبننزل نجيبها مع بعض يعني هيا حتى السنة دي بتقول لي ايه شوفي هتنزل لي يوم ايه انا يعني مش هنزل من غيرك فتبقى حاجة حلوة اللي انت بس انا متعودة او مرتبطة بحد معين تروح تجيبي به الحاجة يعني احنا متعوزين على كده فهننزل بقى على مرتين مرة نجيبي الزينة ومرة هنجيبي المكسرات والتوابل والعصاير ان شاء الله يعني قلت بقى عمل ليه كوباية مصقفية كده عشان خاطر تفوقني ايه وانا بقى ايه ايه صغيرة تلعت الاول كده شلت بقى التربو زقته من جنب البوداجاز وشلت الرخمة اللي عليه وشلت الحاجة اللي عليه كلها فضتها وجبت بقى السلم من البلكونة حطيته في الحتة ديت واتلعت بقى شلت السطورة ايه عشان خاطر بقى ايه ايه هعمل بقى الشفات وهعمل الحتة اللي جنب الشفات نزلت بقى الشفات بتاعي بصوا مليان دهون يعني فضيعة انا دايما بيجي قبل ما بقى عمل تنظيفة كده موسمية للشقة لازم تلاقوني احملت في كامل حاجة كده عشان لما نضفت فعلا تباني عليها فرشي بقى عليه سترس كده ايه يعني هو بصراحة يعني احسن حاجة ايه يعني كريحة مش ريحته اللي هي بتخليك يستطيع بسدرك وتخليك الكحي يعني بورك كنت بجيبه كنت بكت من نفسي عبال ما رشه واطلع برر ما اتبخ واخشك بور المطبخ واطلع واخرك حيط ربناك كنت بيعاني منه بس بصراحة سترس حلوة قوي رشيت بقى عليه وسبته كده تلعت بقى على على السلم هنا وبتديت بقى اللي انا رشي بالسترس على الحيطة اللي حوالين الشفات بمفوق هي دي بس اللي مصفرة صنعنا بسيطة عشان خاطر هي فوق البوتوغاز وكده هحط بقى حبة بريل كده ومية صخنة وهبتدي بقى لانا ايه ادعك بقى السراميك وهدعك اللي هو مصلي بريك رسيتنا محمد ودعك الشفات انا ما بدعكش حاجة في السراميك كله اللي السراميك اللي مثلا يبقى عليه دهون او حاجة انما السراميك اللي بعيد عن البوتوغاز لأ يا دوبك كده بالمساحة بتاعت السراميك وبتلبعها لي وبتخليها لي حلوة قوي مش يعني مش بتحتاج دعك ولا اي حاجة هي دوبك بتبقى عايزة لمعها بس بسيطة هتبصوا طلعت بقى دعكتها ما تعبت نش عشان الخطر انا رش عليها البتاع اللي هو يعني موزيب الدهون وكده ديتها دعكة وكده وهبتدي بقى لانا بل الفوتة وبقى واطلع عمل بمية نظيفة ولم الصبون وارجع عليهم المية تاني لغاية تمنشفة وخليها بقى ايه تبقى فولة كده عارفين والله العظيم انا انا ببنضة في الحيطة اللي عندي الشفات كده بالشفات والدنيا بتبقى بيضة كده بحيث ان هي روشاني وانا بض مش هارفة ليه بافضل كل شوية ابص عليها وابص عليها كده حيث ان هي بنورة فمدياني كده راحة نفسية وانا وقفة بعمل في الاكل وحيات ربنا ايه ناس استغربت اللي انا بقولكم ان انا هجيب لبس العيد او هلقط في لبس العيد ايه بصوا يا جماعة عايز اقولكم الاسعار كلها في الزيادة انا كل ما بخرج اشتري اي حاجة حاجة ملااش علاقة بالهدوم ولا اي حاجة ممكن حاجة للبيت ممكن حاجة في الاكل يقولولي احنا بنديك بأسعار الحاجة اللي عندنا احنا لما بننزل نجيب تاني بضعة جديدة بتنزل بسعر اعلى والحاجة يعني الحاجة دلوقتي في الطول يعني ما فيش حاجة بتنزل ابدا التاجر بيجيب الحاجة بيبقاش عارف هيجيبها المرة اللي بعدها بكام فانا انا بصراحة الحاجة بتبقى يعني مجرد مثلا لو عندك تفلتين او تلاتة شوفيه كل واحد فيهم اما تحتاج بتجيب لهم ترنجة مع طاق مخروج مع كوتشي مع عشبشي مش هارفة ايه شوفيه حطيق بتاع مبلغ قد ايه فيعني انا بصراحة عايزة اللي انا يعني احاول لنا اجيب لهم كام حاجة قبل زحمة رمضان اللي وانا للوقت بيبقى ديق جدا وبضطر ان احنا ننزل بعد الفطار ووقت بعد الفطار بيبقى ليلة والمحلات بتبقى زحمة وبتبقى مضطرة تقضي باي سعر هتستماعي عشو الخطر خلاص مفيش وقت وخلاص العيد جاي فهتضطر يتقضي حتى لو قالك بكام انا الرمضان استنى اللي فاتت لما نزلت حيات ربنا كان فساسين او سلويتات كانت معدية 750 جنيه بتبس مع اسعار غريبة غريبة بجد وكده الناس بتياخدوا الناس زكتا وحدش بيقول حاجة فانا هحاول كده هنزل اشوف الدنيا فيها ايه وهنزل اشوف الاسعار وبرضه هقولكم انا عملت ايه فربنا يسر بس انا نويا لنا ان شاء الله اجيب لهم حتى لو اجيب لهم البجامات او الترنجات وتنزل من على دماغي يبقى اريح لي بقى ناييس لطقم العيد يعني وكده بصو بقى انا عملت ايه نغسلت الشفوت كويس او يدعكتوا دعكة حلوة وبعد كده نزلت طقم التواب اللي انا معلقها الحيطة انا خراص مش هعلقه على الحيطة ولا اي حاجة انا هخسله وهاعينه بقى في الدرف بتاعت المنبخ من جوه عشان خاطر هو اساسا بيلم دهون على الحيطة وبيصفر كده وكل شي بضطر اللي انا هخسله فيعني مش حلو بصراحة اللي انا سيبوه على الحيطة كده اي حاجة على الحيطة في المنبخ بتلميلي دهون اه فنزلته رشيت عليه سترس وسبته بقى كده عشان خاطر يبقى ادعكوا ايه انا اي حاجة برش عليها بس سيبها شوية وبحمل اي حاجة تانية اللي هو ما ضيعش وقت وخدت بقى المساحة وابتدت اللي بقى اللي انا لما ايه بقيت الحيطة كده بيها جت هنا بقى عايزة سيب بقى الاستيكر دوت اي فابتدت بقى اللي انا اشيل فيه عايزة اقول لكم غلبني جدا جدا وطلع روحي وبيسيب بيسيب كده اصار تحته وفتفيت يعني مش اللي هو بتشيليه بيطلع معاك الفرغ كده كل مرة واحدة لا ده بيسيب اصار تحته وخنقني بصراحة قاعدوا يقولوا عملوا بالاستشار ومش عارفة ايه وعدت سخم مية صخنة وادلق عليه عملت حاجات بصراحة كتير بس يعني خنقني خنقني جدا بيسيب فتفيت كده وعدت ادعك بالسلكة وكحت شوية بيستكين عملت حاجات كتيرة قوي عشان خاطر اللي انا ايه اا يعني يطلع كله يعني وكده المهم من هو ضيع لي وقت كبير قوي في المالبخ زهقت منه ورجعت كملت تاني اا اللي ورايا اا فهخصل بقى التوابل كله كده عايز اقول لكم دي سأقول لكم حاجة اا مهمة قوي في الفيديو بتاع كرفور ان انا شفت هناك دفيات هما كتبين عليها بطنية بس مش قادرة اقول لكم هي جميلة قد ايه انا معرفت اش هتصورها لكم عشان خاطر كان عليها زحمة بس هي حلوة جدا فيها جميع الالوان يعني الوانات كلها حتى كده الالوانات الجديدة كلها فيش الوانات كده فيش لون مش هيعجبك هي كانت جميلة قوي كتبين عليها بطنية بس هي دفية كانت عاملة 80 جنيه بس كانت حلوة وخامتها نعمة وسيدة كده لأ عجبتني بصراحة قوي بس كانت زحمة عليها وكان نفسي قوي اصورها لكم فهضعك بقى الحاجة التقمة بقى بتاع التوابل وهسيبه بقى اي تصفة عشان خاطر اللي انا ايه لما روى الدرف بتاعة المطبخ ههرصه بقى فيه ومش هعلقه تاني وشلت الحامل بتاعه هو الصلعته فوق فوق المطبخ انا بيخد المطبخ من فوق لتحت واحدة واحدة كده عشان الخاطر الحاجة فعلا تطلع يعني نذيفة والحاجة تطلع اللي انا عاملها بدومير وتطلع انا بقى راضي عنها وتفعلا تبقى زيد تنظيفة الموسمية بتاعة البي اللهم صلوا يبارك على سيدنا محمد فيه ناس كتيرة بتغسل السجادة قبل رمضان بصوا بصراحة لما بعملش الموضوع ده عشان خاطر ان انا لو انا شلت بص السجادة واحدة في الشقة وسبت المكان وبتاعي فودي بحس ان المكان كده مش نذيف وبحس ان المكان كله بايز كده وفيه بهدلة كتير ويعني مجرد كده ان انا شيل السجاد لا الدنيا كلها بتتبهدل والشقة بتبقى مكركبة مش عارفة ليه بحس ان ما فيش نظفة مهما كنستة او مساح حس ان ما فيش نظفة في المكان طول ملع شيل الفرش بتاع الارض فانا بتعودل انا بغسلهم اما وستتير قبل العيد كده بعشرة ايام بشيلهم وبغسلهم كلهم كده وبعد كده بقى ايه بفرش بقى الحاجة كلها مع بعضها قبل الوقفة بيومين او بفرشة بقى السجاد بعد ما اتغسل وستتير بحس ان الحاجة كده كلها زهزهد كده والمكان كله منور طيب اما قبل رمضان بتعملي ايه قبل رمضان بقى بخلص المطبخ كله يالهم بصلي وسلم وبركة سنة محمد برص النش بتاعي بمسح الشقة بمسحة محترمة كده وبفرش اطقم نظيفة في الملايات برضو بعلق لهم الزينة والفوانيس والانوار بدنا من بسفول وبيعمل بقى الزباد وبنحضر حكة الصحور الحلوة اوه انا برضو اتسألت هو انت مفرستيش برطقان ليه انا مفرستيش برطقان عشان انا عندي بنستنى لفتك برطقان لسه مخلصوش فقلت حرام طب انا هعمل تاني كمية وانا لسه عندي كمية من السنة اللي فتت طب لما خلص دوت فمصراحة ما تشجعتش اللي انا عمل برطقان اول حاجة اللي نقصولي في التفريزات السنبوسة عايز اعمل سنبوسة كده بالجبنة بقى وباللحمة وبالفراغ ولان احنا بنحبها جدا ممكن ما عملهاش كتير طول السنة بس تحب قوي عملها في رمضان فعزوما بقى جنب الاكل جنب اي حاجة بنحبها يعني وكده فعايز افرص اصناف كتيرة كده فانشاء الله هعملها هي والبطاطس الفرم بتاعت السحور هشوفها الاول كده ممكن اشتريها جهزة وممكن انا اعملها في البيت جيت بقى هنا على الرخيمة ابتدت بقى اللي انا ايه اعمل ورق كده اراتيس عشان خاطر بفضي التوابل جوه الاراتيس دي وبعد كده مسكت بقى الطقم بتاعي التوابل ملته كله كده مية عشان خاطر يبويش لأي حاجة لازقه جواه ولما يجي يخسله يبقى سهل علي الغسيل وما يغلبنيش فاهمين قصدي جيت هنا بقى حطيت فكاتل حبة ملح لمون ويسيبت يغلي بقى كده بصونت لو تراحظوا لانا بنجس كذا حاجة هو دي الشطورة بجد والله انا مش بشكر في نفسي بس هي دي الشطورة اللي انت ما تضيعيش وقتك وفعلا تبقي عارفة امت الوقت بتاعك فانا حطيت طقم التوابل يتنقع في الحود وعلقت عالكاتل بالملح اللامون عشان خاطر الرواسب اللي فيه تطلع وبحط شوى الخلي ولا اي حاجة وبقى جيت هنا بقى شلتي بقى اللي سيكر اللي على الرخيمة اللي سيكر ده انا اساسا من الاول مش بلعاه وحاسة انه سببلي كآبة كده حاسة ان الرخيمة كنت بمسحها وكبت تنور معايا ده مسببلي كآبة كده وحاسة ان انا بمسحه كده مش مقتنعة بيه ولا شكل ولا منظر ولا اي حاجة فيش احلى من رخيمتي بصروح بس هو الميزة الوحيدة اللي فيه ان هو تلع معايا بسهولة ومغلبنيش زي بقية الستيكر ده ظهره اللي هو الظهر الحراري مش ظهره ورق زي الفايل زي الستيكر التاني لا ده ظهره حراري لونه سلفر كده في الظهر بتاعه لأ عجبني ان هو نزيف في الحتة دي بشيله بيطلع معايا على طول كده الرول تلع كله كده حتة واحدة المية بقى ممالح لمونت دي دلقتها كده بس طبعا سميت اللي لازم ادامها تطلق مية سخنة تسمي اللي دلقتها كده على طاقم التوابل عشان خاضر زيادة النظافة خليلي طاقم التوابل بتاعي ينور وندعك بها برضو الحوت كده دعكة حالو جت هنا بقى على الرخيمة هصبن بقى الفم الحجري بتاعي وهصبن كمان الرخيمة بتاعتي والله وحشتني شكل الرخيمة بتاعتي وحشتني بقى لانا صبنها ومسحها وتبقى بصوا معايا يعني مرايا كده فعلا الفم الحجري ده انا بصبنه عادي جتا ما بيجرروش اي حيج بتصبنية عادي بالسبنشة وبيرجع معاك زي الفل هو بصراحة عملي قوي انا كنت جايبة السنة اللي فاتت الفرق عامل 35 اي قلتلي فيه نوع فيه نوع مي السميك سمك ورفيع وفيه نوع سميك ده عامل 35 والرفيع كان عامل 30 فقلتلي طب ايه اللي احسن قلتلي لا طبعا تاخذي ابو 35 اللي هو السميك احسن لك بكتير هيعيش معاك يعني وهيبقى عملي معاك فاخدت بقى منه السنة اللي فاتت ومشاء الله اللي هم بارك يعني معايا لغاية السنة دي جديد ويعني وحلوة قوي مسحت بقى الرخيمة وكمان غسلت الفوم الحجر كده وصبنته وجيت هنا بقى ايه عشان خاطر اخسل طقم التوابل بتاعي فهاخسله بقى وهخليه بقى زي الفل كده فانا جبت الفرشة ليا بتاعة الخضار والفاكة والحاجات دي دي حلوة قوي عشان بتدخل جوه الطقب يعني من جوه وتصبنه فانا مجهزة شايفين مليات كده بقى طبق بلاستيك كبير حتى فيه بقى ايه البريل وحبة مية ويبقى ابتدي بقى لانا صبن كل حاجة انا بقى مجرد بس غسلت الرخيمة غسلة عادية كده وصبنتها وبتاع لا انا خدت كل الحاجات اللي على الرخيمة كل حاجة انا حطها للرخيمة وغسلتها بسو غسلة محترمة في اللي رشيت عليه ستريس اللي هو الطقم التوزيع اللي استلس اا حامل المجهات كل الحاجة اللي عليها صبنتها كويس اوي اا عشان خواطر اللي انا ارجع الحاجة بقى على النظفة وبارستها على النظفة مدام انا خلصت من الجزئية بتاعت الرخيمة يبقى خلص اخلص من الحاجة اللي علي انت كمان يعملي كده كل يوم خدي كده ايه جزء من المطبخ مش هقولك ضرفة بقى عشان خلاص الوقت بدأ معينا خدي جزء من المطبخ مثلا خدي الجزء بتاع اللي فوق من المطبخ اليوم التاني خدي الجزء اللي تحت من المطبخ اليوم التالت اا خدي ضرفة الخازين مع الضرفة اللي تحت الحود خذي دورة في الحيلة في يوم خذي المطبئية مع مثلا اطقم التوابل كده والتوزيع وخذيها كده وصبنيها السراميك برضو صبنيه في يوم يعني كده قسمي الدنيا عليك وحاول اللي انت تنجزي عشان خاطر يعني ايه يبقى عندك وقت برضو قبل رمضان لو حب اللي انت تعملي حاجة تانية لو حب اللي انت تنزيد الجيبي حاجة تفرشي برضو وتعلقي بقى زينة فيه الناس بتقول زينة ايه ومش بيهتموا بالحاجات ديت وشايفين الحاجات ديت ملهاش لازمة والله العظيم يعني ان الحاجة ديت متدخل فرحة للكبار قبل الصغيرين يعني انا ببقى فرحونة اكتر من عيالي وحيات ربنا بيبقى تحسي كده ان انت تعملي جو رمضاني في البيت تحسي كده ان فيه فرق كده يعني انتوا عارفين ان الجنة بتتزين لرمضان من اول ما رمضان بيخلص بتتزينه لغاية ما يجي رمضاني السنة اللي بعدها انتم متخيلين الجنة بتتزين لرمضان ما بالك احنا بيوتنا بقى ما نزينعاش لرمضان اه فبجد يعني يا ربنا يبلغنا رمضان يا رب الله مأمين اه جبت بقى هنا المنظمات كده اللي كانت على الرخيمة وصب انتهي يا كمان اه يبقى انا كده النهاردة في الفيديو ده اتخلصت الشخفات وخلصت الحيطة بتاعة اللي فوق البتوكاز وكمان عملت غسلت السطورة بتاعة الشباك بتاع المطبخ انا كل سنة اه بدهن الشباك بتاع المطبخ كده بعلبة تلاكي اللي هي الربع الصغير خالص اه بس السنة دي ما دهنتوش عشان خطر الدهن بتاعه لسه جديده ما فوش اي حاجة فمش محتاج اللي انا اه اه ادهنه بس لو انزي حسن فيه تأشير في الشباك بتاعك او حاجة جيبي علبة مع فرشة اه وزوديها كده بااا شفا بالبتاع اللي بيتزويد ده كان اسمه تينار تقريبا وهي ابداقي اللي انتو اعمليها بفرش او الرول اه وهيرجع معاك جديد وابيض وكل حاجة لان الشباك بتاع المطبخ بيبقى بصو بيتهلك وبيتلم دهنه بتاع فااا او بيتقشر او اي حاجة من مطرح الغسيل فانا قلتو زي ما قلت لكم انا مش محتاجة لانا اعمله الثاني دي انا استنيفاتت عامله وده حينية يعني وكده اه فاخدت بقى الحيطة بتاعت الشفات واخدت الشفات واخدت كمان طقم التوابل اللي على الحيطة وشلت الستيكر اللي على الرخيمة وصبنت الرخيمة بالحاجة اللي عليها وصبنت كمان الفوم الحجري ان شاء الله نكمل الفيديوهات الجاية بقيت تنظيفات المنبخ ونخلصه على خير بصوا بقى انا بسجتي هنا الطقم اللي استلس بتاعي بتاعي التوزيع بصوا مرمضته رشيت عليه سترس ودعكته دعكة كنت حاسة ان هو برضو ملموم عليه دهون اه فمسكته بقى صبنت وكده ودعكته دعكة حلوة فاكرة تقريبا كمان جيبتلوس تلك الخشنة السلس ديت عشان يعني تنجز معايا كده وتخلولي بقى ايه مفوش اي حاجة وبتايا اه حطيت بقى هنا الفوتة بتاعت الموعين ويسيبته بقى يتصفي عليها الداحية التانية بصفي التقم بتاع الطوابل والناحية دي بصفي تقم التوزيع انا طاقم الطوابل مش هرصه دلوقتي عشان الخطر انا لسه هفضله مكان في الضرف بتاعت المنبخ وايدي كمان الحامل بتاع المجات هو كمان اخدته معايا كده وايه هصب منه هو كمان اي حاجة انت سايبها في المنبخ من برا معرضة ان هي تلم دور عشان كده دايما نقول ان احنا نخف الحاجة وانسيبش الانسيب يا دباك الحاجة اللي احنا بنستعملها مش نحط حاجات كده عمال على بطول وبتاع لا احط الحاجة اللي انت فعلا تكوني بتستعمليها حاسة بصو كده ان منظر الرخيمة كده بينور فعلا بعد ما شلت كده حاسة ان هو طوفي الدنيا كده ومخلي الدنيا شكلها كئيب كده وحاسة ان انا مش ما هم اخسله كده مش زي ما انا بمسك الرخيمة وبصبينها كده وبتاع اه رجع بقى اه انا كمان صبنت الكاتل الكاتل بصبينها من جوا بس بحاول اللي انا ما جيبش الصبونة عند الزرار بتاع الكهرباء بتاع اللي هو بيشغلها عشان خاطر اه بعمل لهياش قفلة او طبوز او اي حاجة برجع بقى كل حاجة ما كده استنوني بقى نكمل فيديوهات تنظيفات رمضان ان شاء الله كل سنة وانتو طيبين واشوفكم على خير الفيديو الجاي مع السلامة